الإعلان الروسي عن تأجيل محادثات جونيف ربما يشير في أحد وجوهه إلى الإرادة في إنجاح المحادثات وهذا يقتضي تهيئة مزيد من الظروف والمواقف للوصول إلى تلك النتجة وهو مقتضى على ما يبدو إرجاء الموعد ريثما يتم تعميق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أستنة الذي وصفه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه محطة مهمة على طريق تسوية الأزمة في سوريا الوزير الروسي حدد نهاية الشهر المقبل موعدا للمحادثات التي كان مقررا لها أن تبدأ في الثامن من شباط القدم يأتي ذلك بعد أيام على اجتماع أستنة الذي كان مثمرا في الأهداف التي عقد من أجلها وخاصة لجهة ما يتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية وضرورة مواجهة الإرهاب المتمثل بتنظيمي داعش وجبهة النصرة لكن روسيا وعلى لسان ناطقة باسم خارجيتها ماريا زخروفا أعلنت أنه يجب القضاء على المسلحين الذين لم ينضموا إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا ما يعني أن اجتماع أستنة سيشكل أساسا لفصل المجموعات التي لن تمضي في المسار السياسي وكانت موسكو رأت أن نتائج اجتماع أستنة ستسهم في التقدم بالعملية السياسية لتسوية الأزمة في سوريا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي عدد من المحادثات شهدتها جونيف توقفت آخر جولاتها في نيسان الماضي دون تحقيق أي نتائج تذكر إذ بقي التدخل الخارجي وفرض شكل الحوار ومضمونه مهيمنا على الوفود التي كانت تحاور وفد الجمهورية العربية السورية اشتركوا في القناة